شهور من الدبلوماسية السرية بين أمريكا وإيران تمخض عنها اتفاق غير رسمي دخل حيز التنفيذ بشأن تدفقات النفط من أجل إبقاء الأسعار تحت السيطرة بحسب وكالة بلومبيرغ التي أكدت أن المفاوضات بين البلدين أسفرت عن تقدم في تبادل الأسرى والإفراج عن الأموال المجمدة لإيران في بعض الدول الوكالة الأمريكية إشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعترفون سرا بأنهم خففوا تدريجيا بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني مؤكدة أن طهران عادت إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ بدل حضر قبل خمس سنوات حيث تقوم بشحن أكبر كمية من خامها إلى الصين ووصل إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا وهو أكبر حجم من المبيعات خلال عقد من الزمن حسب ما ذكر الشركة معلومات السوق كيبلر وكالة بلومبيرغ استبعدت أحياء البلدين اتفاق عام 2015 الذي سمح لطهران ببيع النفط بحرية مقابل الحد من برنامجه النووي ومع ذلك فقد توصل الطرفان في الأسابيع الأخيرة إلى تفاهم بشأن تحرير الأسرى الأمريكيين وتحويل 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية العالقة في كوريا الجنوبية والعراق وهي تطورات تصر الإدارة الأمريكية على أنها غير مرتبطة ببعضها بعضا شركة السلع العالمية في نيويورك أكدت أن واشنطن تعتمد لعبة دبلوماسية الطاقة التقليدية التي تتمثل في عقد الصفقات للحصول على براميل نفط إضافية في السوق من أجل السيطرة على الأسعار وضيفة أن المصالح الاقتصادية الأمريكية والإيرانية تتماشى حينما يتعلق الأمر بالمزيد من براميل النفط المتاحة للبيع هو إذن تلاق للمصالح ما بين واشنطن والتهران يثبت بوضوح أن هناك تخادما وراء الكواليس وخلف تلك الحرب الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين البلدين حتى لو كان هذا الاتفاق على حساب مصالح الدول المنطقة والعالم بأسره